اشتركوا في القناة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي تم اطلاقه في عام 2014 والذي من خلاله اطلق او اطلق الصندوق برنامج استثمار مشترك عبر الاستثمار في الشركات الناجحة ذات عوائد جذابة في جميع انحاء العالم وفي قطاعات نامية على مدى خمسة اعوام من جهته عرب الكهوجي عن ساعدته بهذا التقدير قائلا انه لشرف كبير لحصول على وسام الصداقة وتكريم من قبل الرئيس فلاديمير بوتين وان البحرين وروسيا تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية والاقتصاد الروسي واعد لذلك انشأنا شراكة مع الصندوق الاستثمار المباشر الروسي تتماشى مع سياسة الممتلكات كونه مستثمرا طويل الاجل مهتما بالتنوع الدولي في الشركات التي لها سجل حافل بالنمو والربحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر